اعلنت شركة شبكة البحرين الالكترونية للمعاملات المالية بينيفيت والشركة السعودية للمعلومات الاعتمانية سيما عن بدء الربط التقني لمشروع تبادل المعلومات الاعتمانية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية يأتي هذا الربط تفعيلا لقرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف توفير أدوات مالية تسهم في الحد من المخاطر الاعتمانية المرتبطة بأي تعامل مالي لأي نشاط اقتصادي بما يعزز نمو تلك الأنشطة ويرفع مستوى النمو الاقتصادي بشكل عام وعرب السيد رشيد المعراج محافظ مصر في البحرين المركزي عن سعادته بإطلاق هذه المبادرة التي تأتي تنفيذا لرؤى وتوجيهات القيادة في البلدين الشقيقين والدور المستقبلي المنشود في تطوير وتعزيز المعاملات التجارية والأداء الاقتصادي لسيما أن المبادرة تتيح عمليات دعم اتخاذ القرار للعلاقات والشراكات التجارية وفق منظومة متقدمة من المعلومات والبيانات المدققة التي تتيحها الجهات المختصة بتقارير المعلومات الاعتمانية مما يعزز الثقة والشفافية ويتح مجالات أوسع من العمل التجاري المتبادل ومن جانبه أوضح الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ البنك المركزي السعودي سامة أن هذه الخطوة تأتي تفعيلا لأهداف برنامج القطاع المالي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بإطلاق مشاريع استراتيجية تعزز أطر التعاون بين دول مجلس التعاون وتفتح فرصا استثمارية أكبر وتضمن الاستقرار والنمو الاقتصادي لتلك الدول كما بينا أن القطاع المالي يعول على مثل تلك المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها أن تعزز مستوى الشفافية في التعاملات المالية وترتقي بأداء قطاع الأعمال بما يحقق الأهداف المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي ترجمة نانسي قنقر